السلام عليكم ورحمة الله رب تكونوا تماما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخط حساب جوجل لاتف لينوفو K53A48 بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي بنحاول ان احنا نعمل سعرات قديمة للجهاز بس لأسف كل سعرات اللي احنا نعرفها او اللي كانت موجودة في الجهاز عبل كده مقفولة بنرجع لصفحة البداية او صفحة الاعدات الاولنية طبعا هنكون حطين في الجهاز شريحة ومتسجل عليها ارقام وبعدين بنضغط على التوارق بنضغط دغطتين او ثلاثة على معلومات التوارق وبعدين بنضغط على رمز الالم اعلى يصار الشاشة وبعدين بنضغط متابعة جهات الاتصال اضافة جهات الاتصال سماح بنختار اي جهات الاتصال وبنضغط عليها تاني اعلى يصار الشاشة باللاية تلات نقط بنضغط عليها وبنختار مشاركة بنضغط دغطة مطولة على تطبيق جيميل وبعدين بنختار معلومات عن التطبيق بنسحب التغطش من يمين لشمال الشاشة وبعدين بندخل على ادارة المنطقة الامنة اعداد تم ليس الان بنعمل عدد تشغيل الجاز بعد عدد تشغيل يفضل عمل عدد ضبط المصنع من داخل الاعدادات وفي الحالة ديات مش هيطلب منك حساب جوجل بندخل على الاعدادات وبعدين بندخل على نسخ احتياطي وعاد التعيين اعدد ضبط المصنع اعدد تعيين الهاتف مسح كل شيء يارب الفيديو يكون عجبكم اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة